السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السبع عشر صفيد جزيلا عليكم صلاة المقبولة إن شاء الله صلاة المقبولة نبي نذكركم بالوقف ذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين ونبي نختار كم واحد يقول لنا موقف حصلة ما الصدقة نبدأ في كانوا لا لا ما أنت ما تذكر شيئا لا أي موقف بصير أي موقف بصير لو قشت تعالي هباس هباس عندك هباس نبي نشوف فضل الصادقة نعم نعم مرأت هنا على مزاد وخلت لباستيارة لقفتهم كيف لا تدري شبهن لا تدري شبهن طلع عليهم ملاحظة وما أقدر نقلهم بش نجلسي بحل بي رجال أربع سنين ولي أربع سنين أستلم الراتب أصرف عليه وعليه وعليه و لا ولا أذكر ألاخرها بشيء وهذا كان نجز فيه والله يرجى أول مدزل راتب أخذت منه جزء معيّم وتبرأت لي فالناس سنعرفهم وجمعيات بعد اللي هو التطبيقات والله يا رجال ما عدى أربع أيام إلا الملاحظة إن شاء الله تعالى هم منقولة باسمه ما شاء الله يا رجال والله إني صادر فأنت عط ولا تعطي الحاجة ولا بأعطي عشان شيء لا عطها لله خلها خالصة الوجه الكريم من الله أعطيه أماكن أقدم الله أكرم منك أسمان كريم فما ظنيت فيه كرم يغلب على كرم الله نعم فعلا بك العافية طيب الشيء اللي انت خصصت للصادقة أثر عليك أثر على المدخول لا أقصد يعني أثر على المدخولك الشهري يعني قصة فلوسك لا 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 حياتي زي ما هي ما تغير زادت التزاماتك لا لا يعني ما تغير نقص فيها لا لكن زادت نعم وزادت البركات فيها الحمدل كل ما طلع جزء منه إن الراتب يتسمع لنا خشار الحمدل والله ما يمر عشرة أيام لأغنى تغير يعني تنصح تنصح بالمشاهدين والمشاهدات إنهم يخصون جزء بسيط للأغنى نعم يا أخي لو بقولك إن فيه شركة هدفع بيها 300 ريال وراح يجيك لين حتى بعد موتك حسابك ما هو واقف شغاء 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 فمبارك حسابك الآخر اللي هو باقي متمدل ما هو زي اللي هو مده معي نعم بيتموت عيالك كلهم يروعون ولا باقي ولا ريال لكن هذه ما أحد المقسمك عليها هادرك ما أحد المقسمك عليها نعم نعم الله يجزاك خير نعم الله يجزاك خير أنا أخوي ريال سألني وشي الله يتقبل منه منكم إن شاء الله الطاعات طرى لي موقف كان كنت جاي من طريق ومع أي أهلي قبلها قبلها يمكن بساعتين في تويتر تصفح ومر علي صدقة الواحد يطلعونه من السجن طبع عن طريق الدولة عن طريق أتوقع إحسان أو فرجة تبرعت المقسم يوم جاء بعد الكلام هذا يمكن الظهر بعد الغداء بعد المغرب رحت مشوار مع أهلي خط 80 كيلو وأنا راجع طبعا هذه ما طرت لي إلا بعد الموقف وأنا راجع أمشي يمكن ثبت صراع على 120-125 أنا على المسار الأيسر بعدين رجعت إلى المسار الأيمن قدام السيارة دنة خلاص بدخل في السيارة أنا كده سهيت سهيت بدخل في الدنة خلاص كلام ده توقع قبل يمكن أربع خمس شهور في آخر والله العلي العظيم يمكن ثانية واحدة وادخل في السيارة أنا لو الحالي بيهون علي في آخر ثانية ألهمني الله ولفيت السيارة سبحانه ووصلت وبعدين استرجعت تذكرت الموقف دفعت بلاء دفعت بلاء الله العلي العظيم أنها دفعت بلاء تحتقي مصارع السوء واللي عنده مريض ودهوا مرض مرضاكم الصدقة الله يتزاك خيري مواصل ونرجعك على متمة ولا تنسون الأموات تراهم بحاجتكم لو أنه يطلع من القبر ويهرج يبي تصدق ما يبي قال لك لا يبي لا يصلي ولا يبي يصوم ولا يبي يبي تصدق فلا تنسون موتهاكم وموت المسلمين على الصدقة ونوها لله مثل ما قال حباس لا تنويها أني والله أبي تصدق أنا عشان بكرة الله يدبلها لي لا نوها لله خصص جزء بسيط ولا هي محملة الشهري جزء بسيط جدا ولا هي محملة الشهري الصدقة اللي هو جمعيات خيرية عندكم جمعية عروة ما قصرت للتيم والفقير والمسكين وتفريج كربة تدخل على طبيق الراجحي إلى الحوالات الجمعيات الخيرية تكتب جمعية عروة الخيرية تخرج لك وتبرع بما تجد به نفسك لا تنسون الوقت لا تنسون الوقت لا تنسون الوقت لا تنسون الوقت لا تنسون الوقت